السلام عليكم قصتنا ليلى من سوريا وتحية لأهل سوريا وليهون السامعين جميع قصة تعتبر من روائع القصص قصة فيها أحداث مثيرة وأحداث شيقة جدا وقصة فيها عبرة لمن يعتبر لذلك قبل لا نبدأ في سرد أحداث هالقصة الجميلة لا تنسون تدعمون هذا الفيديو بلايك واللي أول مرة يسمعنا أو يشاهدنا الاشتراك في القناة فضلا ليس أمرا وقبل ما أبدأ في سرد أحداث هالقصة الجميلة أحب أتوجه بجزيل الشكر والإمتنان لجميع الإخوة والأخوات المتابعين على دعمكم ولا متناهي إن كان من خلال لايك للفيديوهات إن كان من خلال التعليقات إن كان من خلال دعواتكم اللي أشوفها في التعليقات وإن كان من خلال دعواتكم في ظهر الغيب ووما لا يشكر الناس لا يشكر الله ونزولا عند رغبة بعض الإخوة والأخوات المتابعين حبيت أني أصور هالقصة هذي بالصوت والصورة قالوا يا مهدي ليش ما تنشر أو تسردنا قصة بالصوت والصورة قلت ما طلبتوا شيء بيشرو وتم أما بالنسبة لحداث القصة قصتنا الليلة لشاب اسمه محمد محمد هذا شاب من سوريا كان يعيش في محافظة دمشق العاصمة السورية محمد هذا من عائلة بسيطة جدا مؤلفة من خمس إخوان محمد كان ترتيبه الأخ الرابع في هالعائلة وكذلك ثلاث أربع أخوات بنات أبو محمد رجل موظف في إحدى الدوار الحكومية رجل بسيط على قدر عالي من الرقي والأخلاق وكان كلهم رجل أبو محمد يعني يربي أبناءه تربية حسنة ويعلمهم ويحصلون على شهادات عليا ومحمد هذا مثل ما قلنا ترتيبه الرابع فيه الأخوان وكان محمد من أول ما جاء على هالدنيا ولد بسيط خفيف الظل مرح ودخل المدرسة محمد وصار يروحه يجي على المدرسة انتبه المدرسين والمدرسات على محمد أنه الولد هذا عنده ذاكرة قوية جدا يحفظ الدروس يحفظ المسائل يحفظ كل شيء وبدأوا يحتمون بمحمد بالدراسة وتروح الأيام وتجي الأيام محمد لما كبر شوي صار يعني في سن ثماني إلى تسع سنوات عشر سنوات كان يداوم دائما على أنه يصلي الصلاة في المسجد المجاور إلى منزلهم وتلاكي محمد دائما في الصف الأول وفي هالمسجد كان يصير فيه حلقات علم حلقات أو دروس لتحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وصار محمد يحفظ الآيات القرآنية وبدأ ينتبه المشايخ اللي يدرس على يدهم محمد في هالمسجد وغير مساجد لأنه محمد صار ينتقل إلى مساجد أخرى لاحظوا أنه محمد من الطلاب المتميزين في الحفظ يعطونه اليوم عدد من الآيات يجي ثاني يوم حافظا ولا عنده أي مشكلة وكأنه صار له سنة حافظها الآيات هذه بدأوا يهتمون بمحمد شوي شوي محمد بدأ يكبر وبدأ يحفظ أجزاء من القرآن الكريم الحد ما وصل محمد إلى تقريبا الصف الثامن في المرحلة الإعدادية محمد حفظ القرآن الكريم من الجلدة إلى الجلدة ما شاء الله تبارك الله عنده ذاكرة خارقة جدا بالإضافة إلى أنه محمد عنده صوت جميل جدا وحنجرة ذهبية في قراءة القرآن عنده صوت جميل وكذلك فيه الآذان والأنشيد الدينية المهم محمد لما حافظ القرآن الكريم في سن مبكرة بدأ محمد يتعمق في أمور القرآن ودراسات القرآن على يد كبار مشايخ دمشق وصار يروح على المساجد المعروفة اللي يكون فيها الشيوخ المشهورين والمعروفين أمثال الشيخ محمد كريم راجح الشيخ قراء الشام وكذلك الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله وبدأ محمد يتلمذ على أيدي هالمشايخ الكبار هذول وينهل منها العلم ويتعمق ويتعلم لحد ما وصل محمد هذاك اليوم في المرحلة الثانوية محمد طبعا كان يتابع دراسته في العلوم الشرعية والقرآن على يد المشايخ هذول وكذلك يتابع دراسته في المدرسة وكان من الطلاب المتميزين والمتفوقين المهم محمد لما وصل للمرحلة الثانوية محمد حافظ القرآن بالقراءات العشر بالإضافة إلى كثير من الأحاديث والعلوم الشرعية والدينية ومحمد لما كان في المرحلة الثانوية بالإضافة إلى الدروس في القرآن ويروح يحضر حلقات العلم هذه كذلك بالإضافة إلى الدروس في المدرسة في مرحلة الثانوية وكان يروح يتعلم حرفة الإدهان وديكورات الجيبسون بورد وقدر محمد أنه يوفق ما بين الدراسة والعمل راحت الأيام وجدت الأيام محمد هذاك اليوم حصل على علامات عالية جدا في المرحلة الثانوية في البكالوريا وبناء على نصيحة أحد المشايخ اللي كان يدرس على يدهم قال يا محمد أنت لازم تحصل على شهادة جامعية بالإضافة إلى علوم القرآن اللي تعلمته وبالإضافة إلى حرفة الإدهان وذكرات جيبسن بورد وأصبح محمد يعني ماهر في الإدهان يعني إدهان المنازل وصناعة الديكورات الجميلة في المنازل قال لازم أنك تحمل شهادة وبناء على نصيحة الشيخ قال محمد سجل في كلية الصحافة والإعلام في جامعة دمشق وبدأ محمد يروح ويجي على الجامعة والأمور عال العال وما عنده قطعة من الشيطان بعد فترة من الزمن حصلت الأحداث والحرب في سوريا وبدأت الأوضاع الأمنية ما عاد هي مستقرة بدأ أبو محمد يخاف على ابن محمد ويجي يروح على الجامعة ويجي وتنقلات وهين وهناك والأوضاع صارت مكركبة شوي قال يا محمد لازم الآن تطلع على الأردن محمد عنده أقارب في الأردن أقارب أبوه عنده حاصلين على جنسيات أردنية قبل قديما فعلا محمد ما تشذب خبر وبناء على رغبة والده وخوفا من الأوضاع الأمنية اللي صارت كل ما حالها تتراجع وتصير من سيء إلى أسوأ قام محمد شال حاله وجاء على الأردن لما جاء محمد على الأردن واستقبلوها أعمامه وأقاربه وقاموا بالواجب ومحمد بدأ يتجه في الأردن على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وبناء على العلم والمعرفة اللي عند محمد استحبوا له المشايخ وأصحاب الجمعيات أو القيمين على الجمعيات ومراكز تحفيظ القرآن وبدأ محمد يدرس فيها الجمعيات بعد فترة من الزمن كم شهر أهل محمد طلعوا من العاصمة السورية دمشق ولحقوا محمد على الأردن ولتم الشمل وقعد محمد هو وأهله واستأجروا لهم منزل ومحمد صار يشتغل كذلك في مجال الدهان وديكورات الجيبسنبورد بالإضافة إلى التدريس في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتروح الأيام وتجي الأيام بدأ محمد يتعرف على مشايخ من الدول العربية من دول الخليج يجون المشايخ هذول يدعمون حافظة القرآن الكريم واللي يدرسون فيها المجال واستحبوا للشيخ محمد وصارت تصير مسابقات في مجال حفظ القرآن والتجويد والأمور هذه وبدأ محمد يحصل على جوائز مالية وبدأ يطور من أموره وصارت أحواله المادية نقدر نقول إنها يعني متوسطة محمد في يوم من الأيام قاعد يدرس في أحد مراكز تحفيظ القرآن الكريم في محافظة المفرق شمال الأردن وينتبه على أطفال أو شباب اثنين 14-15 سنة والثاني عمره 12-13 سنة إخوان اثنين الإخوان هذول يعني انتبه لهم الشيخ محمد خلينا نقول الشيخ محمد أنه يعني يسألون أسألة أسألة طالب علم أسألة واحد ودهو يتعلم والجمعيات هذه كانت تعطي مبلغ مادي مقابل أنه يعني يجي طالب يتعلم ويحفظ قرآن يعني المبالغ المادية هذه من باب التحفيز لحفظ القرآن فمحمد استحب للشباب الأثنين وصغار هذول وبدأ يهتم فيهم شوي لأنه بدت أسألتهم مثل ما قلنا أسألة واحد ودهو يتعلم مو أسألة واحد عادي يعني وصار يتقرب منهم شوي شوي وفي يوم من الأيام سألهم محمد من وين أنتو من أي بلاد من كذا قالوا له إحنا من سوريا من محافظة حمص وقال يعني صراحة أنا شايف أنه أنتو عندكم اهتمام غير هالطلاب الموجودين أو أكثر من الناس الموجودين قالوا يا شيخ محمد إحنا أبونا خريج كلية الشريعة في جامع الدمشق وشيخ معروف ولكن متوفي قبل عدة سنوات الشيخ محمد محب للعلم ويحب يعني الشغلات هذه استحب زيادة لهالطلاب اثنين هذول وبدأ يعتني فيهم ويحتم فيهم ودخلوا قلبه مثل ما تقولون والشباب هذولا يعني مهذبين وجميلين وتربية وأخلاق بعد فترة من الزمن تجي حملات تبرعات من الناس المقتدرين والمشايخ من دول الخليج عن طريق جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بما أنه فيها الكثير من السوريين اللي دومون فيها الجمعيات هذه لأجل يحفظون القرآن الكريم وكذلك المقابل المادي فأمحمد هذاك اليوم سأل الشباب الاثنين هذول قالهم انتوا يعني عائلتكم كم عددها انتوا من تعيشون قالوا والله عايشين احنا وامنا وعندنا خواتنا ثنتين قال عال ولسا الموضوع الشيخ محمد وبعد كم يوم جاء احد المتبرعين وقدم لهم مساعدة عن طريق الشيخ محمد جزالله خير والقصة يعني عدت عادي وبعد فترة من الزمن حوالي شهرين زمان جاي الشيخ محمد على بيته هذاك اليوم بعد صلاة الاشاء ويلاقي مرأة جالسة عند باب المنزل باب منزله لما شاف هالمرأة قاعدة عند باب المنزل ومرأة غريبة اول مرأة يشوفها مرأة مخمرة ما هم بيين منها شي السلام عليكم وعليكم السلام خير يا خالتي ليش قاعدة على باب المنزل ليش ما تدخلين داخل قالت انت الشيخ محمد الشامي قالها اي نعم انا الشيخ محمد لكن مو محمد الشامي انا الشيخ محمد قالت مو انت اللي تدرس ابنائي فلان وفلان قالها اي نعم وهذولا من الطلاب المتميزين واللي انا احبهم صراحة خير عسى ما شر قالت كل خير قالت يا ابني بنتي قاعد يجيها خطابين وانت اشوفك ما بينت قالها خير منو بنتش قالت انت قايل للشباب هذاك اليوم سألهم وكذا قال اي نعم انا سألتهم الشيخ محمد انتبه للموضوع قالت له البنت قاعد يجيها خطابين وصراحة انا ما ودي اعطيها لحد غيرك قالها يا خالتي بس اعطيني كم يوم واش هالله يصير خير قام الشيخ محمد وصل المره هذي تبعد عن منزله تقريبا حوالي ستمية الى سبعمية متر ورجع على البيت هو يفكر فيها الموضوع فهم الشيخ محمد انه لما سأل اخوان او ابناء المره هذي لما سألهم عن العائلة كم عدده وكذا باعتقادهم انه الشيخ محمد وده يخطب منهم قال ليس الا ورجع محمد على البيت هذاك اليوم وفكره مشغول ومتشتت وكذا وشنه وده يسوي فيها الموضوع لكن المشكلة والمعضلة عند ابو محمد ابو محمد ما يحب سيرة الزواج انه محمد عنده يتزوج محمد طبعا فيها الوضع وفيها الاوضاع اللي يعني طلعوا من سوريا ايد من وراء وايد من قداء ومتركة وكل شيء ومحمد هو المعيل بعد الله عز وجل فيها العائل هو اللي يدفع جار البيت هو اللي يعطيهم المصروف هو كذا من عمله في الادهان ورواته في مراكز تحفيظ القرآن الكريم والتبرعات اللي يحصل عليها من المشايخ المشايخ اللي يجون كذلك من خلال الجوائز اللي يحصل عليها من خلال المسابقات اللي حصلت على مستوى الاردن ويعني يصرف على هالعائلة ابو محمد ما يحب موضوع انه محمد يتزوج لانه محمد اذا تزوج العائلة هذي منود يصرف عليها ويجي هذاك اليوم الشيخ محمد صار يفكر فيها الموضوع شلون ما شلون المهم بعد ثلاث اربعة ايام جي لعند ابو وقال يا ييبا انا ودي اتزوج شلون ويا ييبا انت بعدك صغير تساطاعش تساطاعش سنة ونص لسه الامر قدامك انسى هذا الموضوع يا ابني اسس نفسك واشتري لك قطعة ارض وعمر لك بيت واشتري لك سيارة او ضبط امورك وينك وين الزواج يا محمد قال يا ييبا انا لقيت بنت جماعة ناس مؤدبين وجماعة محترمين وابو هالبنت شيخ وعالم دين وصراحة مثل هالجماعة ما الاقي قال يا محمد موضوع الزواج هذا انساني يا الله يرضى عليك لان انت توك ولد صغير وما لك بامور الزواج هذه شوف دراستك قدامك دراسة وشوف شغلك طبعا الشيخ محمد بعد فترة بعد ما اجل على الاردن سجل في احدى الجامعات الاردنية لمتابعة دراسته في مجال الصحافة والاعلام لكن محمد ظلت باله فكرة المرة هذه اللي جت على الباب وكاعدة تقول له يعني ما ودي اعطي بنتي لحد غيرك وفهم انه الجماعي فهمه موضوع سؤاله انه هو وده يتقدم الخطبة البنت راحت الايام وجت الايام وقصة البنت هذه وقصة المرة اللي جت على بابها البيت ما هي رايحة من باله صار يجي لعند عمامه قالهم يا عمي انا ودي اتزوج لقيت بنت الحلال اللي تناسبني وهذه ما تصير لي كل وقت يعني اترجى منكم وانكم تفاتحون ابي في هالموضوع طبعا ابو محمد هو اكبر اخوانه يجون لعنده اخوانه السلام عليكم وعليكم السلام يا ابو محمد محمد وديه يتزوج يحاولون مع ابو محمد من هناك بشثير بقليل ما يرضى يقولهم محمد صغير وكذا عمامه ما قدروا يحصلون شي محمد له معارف من المشايخ وكذا واللي يعرفهم والده واللي يصلي معاهم في المسجد ويجيب له هذاك اليوم احد الشيوخ اللي يحبهم ابوه يحترموا ويسمع كلمته يعني مثل ما تقولون قالوا يا شيخ انا قصتي كذا وكذا وابوي ما هو رضيان في هالموضوع ابدا وانا صراحة يعني اذا ما تزوجت في الوقت الحالي بمجرد اني اخطب هالبنت خطبة وبعدين بس اكبر شوي ازبط نفسي اتزوج قال يا ابني انت عندك المهر تقدر تدفع مهر قال ايه نعم تقدر انك تفتح بيت وتقوم بصرة وعائلة لانه بعد الزواج راح يجيك اطفال ورح يعني الامر ما هو يا شيخ محمد قالوا ابدا انا اقدر اتزوج واقدر اصرف على عيلتي من فضة قال على بركة الله ويتوعدون هذاك اليوم ويجون عند ابو محمد سلام عليكم وعليكم السلام بعد الحديث اهلا وسهلا فاتح الشيخ هذا ابو محمد قال يا ابو محمد هذا الشيخ محمد ويتزوج قال يا شيخ بعده صغير محمد وتو يعني ما دخل عشرين سنة قدامه دراسة وقدامه العمر طويل بكير عليه قال له ما عليش الشيخ محمد اه يعني قادر انه يتزوج ويصرف على زوجته انت ليش معارض هذا الموضوع قال يعني بعد اخذ وعطى ورد وكذا وافق ابو محمد على انه محمد يتزوج لكن بشرط قال بشرط انه يعمر في البداية قال له يا ابو محمد انت ودك محمد يعمر له ولا لك قال اكيد يعني لازم يؤمن على امه وابوه وكذا قال خلاص وصلت الفكرة قال انا وافق بشرط انه يعمر لنا ويتزوج بعدين قال موافق انت يا شيخ محمد قال موافق انا الشيخ محمد طبعا عارف انه قادر على هاي الامور ويتفقوا على هذا الامر والشيخ هذا راح في حال سبيله ويقوم الشيخ محمد يجي على امه واخته عنده اخت كبيرة متزوجة ساكنة هي وزوجها في الطابق الثاني في نفس البناية قال الاخته امه ويتشان تروح ان تشوف اللي الجماعة هذول تشوف اللي البنت علشان النظرة الشرعية تشوف انها قبل لا اروح اشوفها انا شوف انها انت يمكن الجماعة ما هم ناسبين يمكن البنت فيها مشكلة يمكن فيها كذا طبعا فوتتكم بالحديث المرة هذه لما جت على محمد وقالت له الموضوع كذا وكذا وانه انا ما ودي اعطي بنتي لحد غيرك قال لها مهما كانت بنتك تكون راح اتقدم الخطبة بس اعطيني شوية وقت المهم لما جي لعند امه واخته وقال ويتشان تروح ان تشوف اللي البنت الام امه محمد ما هو عاجب هالموضوع كذا وانه شلون وقالت يا محمد انت عندك ثلاث اخوان اكبر منك ما هم متزوجين اخوان محمد ما هم متزوجين شلون ودك تتعداهم قال هايم والله هذي حياتي شو دي اسوي لهم انا يعني انا الان جتني الفرصة وجتني بنت عائلة متدينة جماعة محترمين اللي هم سمعتهم وابوها الشيخ معروف على مستوى حمص ورجل عالم والفرصة هذه ما تيجيني كل يوم يا اي امه المهم بعد مدابل وبعد اخذوا عطا وافقت امه محمد واخته انهم يروحون يشوفون الجماعة ومحمد منتظر على احره من الجمر راحت امه محمد وبنتها غاب لها نساعد زمان وجن الشيخ محمد لما جت امه واخته من زيارتها الجماعة شاف وجه امه ماه مضبوط واخته اشوفها ماعطت اهميه لهذا الموضوع جيه لعد اخته خير يا خيتي شنه اللي صير اشوف وجه امه ماه مضبوط الجماعة فيهم شي البنت ماهي حلوة شنه اللي صير قالت يا محمد اغسل ايدك من الموضوع وانسى موضوع الزواج خير يا خيتي شنه اللي صير البنت يعني فصعة عورة كدعة شنو اللي يعني ليش انسى الموضوع قالت خلاص انسى الموضوع ولا توجع راسنا فيها الموضوع يا محمد خلاص انسى الشيخ محمد صار عنده فضولي يعني ودي اعرف شنو الموضوع وليش بعد الزيارة هذه تم رفض فكرة الزواج جملة وتفصيلا وبناء على هالزيارة وعلى ما حصل فيه الزيارة وانه ليش الام رفضت والاخت تقول اغسل ايدك من هالزواج الشيخ محمد صار عنده فضول ودي عرف شنو الموضوع بعد اربع خمس ايام ويقوم يتصل على المرأة هذه خلينا نسميها ام سعاد سلام عليكم وعليكم السلام قال يا خالة ودي اخذ موعد علشان النظرة الشرعية ودي اشوف بنتج قالت حياك الله ايمت ما حبيت تجي بعد صلاة العشاء قالت بعد صلاة العشاء ويجي شيخ محمد هذاك اليوم بعد صلاة العشاء لكن الشيخ محمد معطي وعد للمرأة هذه انه مهما كانت هالبنت خلاص ودي اخذها ويحسب براسه افكار تاخذه افكار تجيبه اجر قدام واجر ورا وقاعد يرجف يعني المهم جو وصل دق الباب السلام عليكم وعليكم السلام وتفتح له هذه المرة اللي وجهها ما شاء الله نوره نوران اللي هي ام سعاد لما شافها وشاف وجهها ارتاح تفضل حياك الله دخل محمد على الصالة وقعد شوي جابولو هالضيافة شوي وإلا تجي العروس اللي هي سعاد لما جت سعاد الشيخ محمد كان فيها عقل وطار كان راسم بباله اشكال والوان كان يفكر انه البنت هذه تعرج من قدمها ولا بعين وحدة ولا ما تسمع يعني افكار تاخذوا افكار تجيبوا لكن لما شاف سعاد يعني اية من ايات الجمال ما شاء الله تبارك الله وحيا الله يا اهلا وسهلا نعرفهم عن نفسه انا فلان انا شيخ محمد من العائلة الفلانية وكذا وقعد له الشيخ محمد تقريبا ساعة زمان اللي هي جلست للتعارف والنظرة الشرعية البنت قعدت لها 4-5 دقائق وقامت ادخلت على الداخل ومحمد شهر حاله وراح قالها ان شاء الله يصير خير يا خالتي جاي الشيخ محمد على اخته قالها يا خيتي ليش انتوا تقولون انه اغسل ايدك من وضوع هذا الزواج وكذا انا رحت شفت البنت النظرة الشرعية والبنت ما شاء الله تبارك الله وبنت من عائلة متدينة وتجاذبت انا وياها بعض اطراف الحديث وسألتني كم سؤال وسألتها كم سؤال البنت هذه انا مستحيل اني احصل وحدة مثلها ليش انتوا راضين للزواج هذا قالت يا محمد امك رافضة هذا موضوع الزواج هذا وانت لح لح حالك شوي شلو انا لح لح حالي قالت بكر اخذ امك على السوق اشتري لها خاتم ذهب برها اه اجيب لها عباية اشتري لها ثوب اشتريها بعض الهدايا وشالها تلاقي خير قالها شغلة بسيطة ويقوم الشيخ محمد ذاك اليوم ثاني يوم من الصبح قال لي ما جهزي حالش وانا عندنا مشوار وانا يا محمد قال عندنا مشوار على السوق يركب هو واموها ذاك اليوم وياخذها على السوق ويشتري لها خاتم ذهب ويشتري لها عباي ويشتري لها ثياب ويشتري لها حذوة الله يعزكم والامور على العال وركبها بالسيارة ورنجاحها على البيت وبدأ يدردش معاها أو شوي شوي وتعرفون قلب الأم وحنين وقالها يما والله أنا صراحة شفت البنت والبنت عجبتني ومثلها ما ألاقي وجماعة متدينين والبنت متدينة وحافظة لكتاب الله مثلي مثلها ما استحيل أني ألاقي المواصفات هذه في بنت غيرها ليش أنتوا معارضين الموضوع قالت يا ولدي أنت عندك ثلاث إخوان أكبر منك واتبكير عليك وبكرة المرة تأخذك منه الولد لا تزوج يصير المرت ومعد هو لهلو قالها يا يما الآن بس يعني وافقه وخليني أخطبها يعني أبو سنت زمان وبعدها أن أتزوج ويخلق الله ما يشاء حاول محمد من هناك قدر يقنع والدته المهم الشيخ محمد بعد ما قدر يقنع والدته في موضوع الزواج والأمور عال العال وصار يفتل حوالي أبوه من هناك خليننا نروح نخطب والجماعة مستنين قال ما في لا خطبة ولا في زواج الحد ما تنفذ الشرط اللي اتفقنا عليها محمد شنو الشرط قال شرط بلدك تشتري أرض وتعمر قال ابشر ويقوم هذاك اليوم الشيخ محمد يروحه وأبوه ويشتروا لهم قطعة أرض في إحدى القرى اللي ساكنين فيها أقارب الشيخ محمد ويشترون هذه قطعة الأرض الزينة ويبدأ الشيخ محمد ينزل مواد البناء وبدأ يعمر فيها البيت شوية شوية وأبو محمد شاف أنه محمد ملتزم بالشرط ووفى أبو عدوه وقال يبقى الآن لازم نروح نخطب بشكل رسمي وجماعة مستنين وعطيناهم كلام قال نسق مع الجماعة في الخميس القادم نروح نخطب وفعلا راحوا واخطبوا في ذاك اليوم وتمت الأمور على خير وبدأ الشيخ محمد يعمل في الادهان وديكورات الجيبسنبورد وصار الشغل يجيه والله فتح عليه والأمور عال العال بعد حوالي تقريبا أقل من سنة كان بيت أبو محمد جاهز وقال محمد هذاك اليوم لأبوه الآن البيت جاهز تقدرون ترحلون عليه وأنا الآن ودي أتزوج قام أبو محمد رحل على البيت وسكن فيه وأمن على حاله وهو وزوجته وأخوان محمد وقام محمد هذاك اليوم زف سعاد وتزوج والأمور عال العال ولما تزوج الشيخ محمد من سعاد كان هو عمره تقريبا عشرين واحد وعشرين سنة والبنت عمرها 17 سنة الشيخ محمد بدأ يفكر في موضوع الإنجاب أنه إحنا تونا صغار هو بالعشرين والبنت بالسابعة 18 سنة والأطفال ودهم عناية وكذا والعمر قدامهم قال لك بلا ما ننجب أطفال وبدأوا يعني يتبعون بعض وسائل منع الحمل والناس بعد فترة من الزمن تعرفون بعد ما يتزوج الواحد يبدون يسألون ها منتم خبيننا شي ها ما في شي على الطريق الشيخ محمد يقولهم إن شاء الله الله كريم ولساعتنا تونا متزوجين وتونا عرسان راحت الأيام وجهت الأيام بعد سنة سنتين وقفوا أمر منع الإنجاب هذا وينتظرون أنه المرة تحمل لكن ما حصل حمل وينتظروا له الشيخ محمد وزوجته فترة من الزمن على الشهر هذا الشهر الجاي الشهر اللي بعده ما حصل حمل راحوا على أحد الأطباء عطوهم بعض العلاجات وبعض الأدوية وتقوم تحمل سعادها ذاك اليوم لكن اللي حصل بعد شهرين من الحمل سقطت اللي ببطنها وقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واللي حملت فيه هذا البطن تحمل بغيره لكن ما كانوا يعرفون أنه هذا الحمل الأخير السعاد وينتظرون الشهر اللي بعد وشهر اللي بعد وشهر اللي جاي مرت سنة مرت سنتين مرت ثلاث مرت أربعة أربع سنوات على زواج الشيخ محمد وما حصل حمل والأمر يعني تقريبا شبه عادي عند سعاد وعند محمد مسلمين أمرهم لله عز وجل لكن بدت الضغوط من أبو محمد هاي محمد وصار رأيك أربع سنوات متزوج وزوجتك ما حملات وشدونا الهمة وشوفونا حالك ومنها سوالة وتعرفونا الضغوط العائلية في هالفترة تقريبا في عام 2018 تعرفت على الشيخ محمد وصرنا نتبادل الزيارات وصار يجي لعندي وفي سنة 2018 كانت جيتني سندس الله يحفظ عيالكم ومن خلال التعارف أنا والشيخ محمد عرف الشيخ محمد أنه سندس هذه جتني بعد تسع سنوات ونص وصار يسأل وشلون وشلون اللي حاصل معاكم وأنه الأطفال حلوين وحياة ثانية وكذا قلت والله يا شيخ هذا الأمر بيد الله عز وجل وأنا صبرت ونلت في النهاية والحمد لله الله عوضنا خير وارزقنا هالبنوتة هذه اللي عندي إياها بالدنيا لكن أنا لما كنت أتحدث مع الشيخ محمد وأشوف يعني نظرات وكذا كنت أحس بإحساس الشيخ محمد لأنه أنا كنت مار في نفس المرحلة وفي نفس الوضع وقلت يا شيخ هذا الأمر بيد الله عز وجل وأنت رجل متدين وأصبر الله سبحانه وتعالى إلا ما يعوضك أنت وزوجتك في يوم من الأيام وراحت الأيام وجدت الأيام أتواصل أنا والشيخ محمد كل فترة والثانية يجي لعندي أروح لعنده لكن الزيارات قلت شوي بسبب مشاغل هالدنيا الشيخ محمد صار أبوه يضغط عليه يا محمد شنو اللي صار أشوف مرتك ما أنجبت لازم تتزوج عليها شوف حياتك المال والبنون زينية الحياة والدنيا وأنت الله معطيك ليش ما تتزوج قال هيبا أنا ما أتزوج وأنا يعني رضياني بهذا الوضع اللي أنا في بدت الضغوط تزداد على محمد من كل الأطراف حتى من بعض الأصدقاء في أحد الأصدقاء يشوفوا بالصلاة هاي يا شيخ محمد منهم خبين شي يقولوا على الطريق يقولوا يحرق أخت هالطريق صار له مدري لو جاي من من أستراليا كان وصل يقول لي يا سيدي الأمر بيد الله عز وجل تشوفوا شلون الناس تدخل في الخصوصيات وفيها الأمور ويعرف هذا الشخص هو من الأصدقاء يعني اللي يعرفون وضع الشيخ محمد يعني هذا أمر بيد الله عز وجل أنت كل ما تشوفه كل أسبوع ولا كل يومين ولا كل ثلاث تقوله يعني صار وشنو اللي صار يعني أخي يصطفله يعني هذا أمر بيد الله عز وجل المهم بعد فترة من الزمن الشيخ محمد صار يعني استجابة لضغوطات الناس وصار يقول لك يعني أنه ليش إحنا ما نروح على الأطباء ونكثف العلاج لربما مشكلة بسيطة تكون صاروا يروحون ويجون على الأطباء وفي يوم من الأيام يروح على طبيب طبيب مختص في الأمور النسائية وطلب منهم بعض التحاليل وبعض الصور ولما جت التحاليل والصور وقاعد هذا الطبيب خلف الطاولة والشيخ محمد قاعد هو زوجته على اليمين وعلى اليسار الشيخ الدكتور هذا شاف التحاليل وكذا ويقوم هذا الدكتور يقول للشيخ محمد قال له إذا الطاولة هذه تحمل زوجتك تحمل زوجته قاعدة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الدمعة نزلت من عين سعاد يا رجل شنو تقول قال له مرتك مستحيل تحمل ليش وما ليش المهم انزعج الشيخ محمد وطلع هو وزوجته ورجعوا على البيت والمرأة بس تبكي قالها طولي بالت شابنت الناس وأنا ما ودي أطفال الدنيا كلها أنا ودي يا جنتي وأنا أصلا رضيان في هذا الوضع وخلاص لاعد نروع على دكاترة ولاعد نجي حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الطبيب شوفوا شلون بعض الأطباء لما يعطونك المعلومة يعني دج دجني دجتك العافية مو هيك يا أخي مو هيك الأمور تصير في طريقة في اسلوب في كذا ممكن تاخذ هذا الرجل بغض النظر عن المعضلة والمشكلة اللي تكون عند الزوجة أو عند المريض يا أخي خذ الزوج على جناب وقل له موضوع زوجتك هذه يعني غير قادر على الإنجاب وصلوا له هالطريقة غير مباشرة وقدام المرض تقول إذا هالطاولة تحمل زوجتك تحمل سعادة دخلت في حالة نفسية سيئة بعد ما ارتاحوا لهم فترة من الزمن أبو شهر شهرين وشيخ محمد حاول نسيها الموضوع وقالها خلاصي يعني سيرة الأولاد هذه ما عد ودنا نسمع فيها فيها البيت بعد فترة بعد ما هدية شوي صار يروح ويجي على الدكاتر يذكرونه أحد الأطباء في مدينة إربد وراح على الطبيب هذا وطلب بعض الفحوصات وكذا قال الأمور على العال لكن ليش أنت ما تسوي حق مجهري يعني هاي الأمور ناجحة قال على طول ويقومون ويسوون حق مجهري لكن ما حصل الحمل ويصير رحلة العلاجات هذه والأطباء وتعرفون السوالف هذه اليوم مذكور الطبيب الفلاني في المنطقة الفلانية والدكتور الفلاني وصار الشيخ محمد هو سعاد كل يوم عند دكتور لكن سعاد كان عندها مشكلة في هرمون الحليب عندها الهرمون الحليب زايد أول حنية لما تشوف طفل تحن عليه ومثل يصير عندها إفراز حليب وهذا الأمر كان عائق في الإنجاب يعطونها بعض الأدوية لأجل ينزلون هرمون الحليب هذا ينزل للمستوى المطلوب لكن ما يحصل حمل أبو محمد ما تركه بحاله قال يا محمد اتصل عليه أحد الأيام وقال تعليهني يا محمد طبعا محمد خلال الفترة هذه خلص دراسته في الجامعة وحصل على شهادة في كليد الصحافة والإعلام ودرس البكالوريوس في الصحافة والإعلام ودرس الماجستير في الصحافة والإعلام وأموره عال العال وخلال الفترة اللي مرت كذلك الشيخ محمد أرسل أمه وأبوه على الحج من باب البر المهم هذاك اليوم اتصل أبو محمد على الشيخ محمد سلام عليكم وعليكم السلام قال تعالو وديك خيري شنو اللي صاير قال تعالو بس تيجي تعرف لما راح الشيخ محمد خيري شنو اللي صاير طبعا الشيخ محمد ساكن في المدينة وأبو محمد ساكن في القرية قال يا محمد يا تتزوج يا أما أني أغضب عليك ولا عرفك ولا تعرفني يا يبا يهديك يرضيك يطولك يقصرك يا رجال شنو اللي جاك قال ما أعرف ليش ما تتزوج أنت وأنت الآن صار لك تقريبا خمس ست سنوات متزوج ولا حصل إنجاب وزوجتك يعني هي المرة اللي حملت وسقطت وشوف حياتك يا أخي تزوج الله يرزقك ولد ولا بنت قال يا يبا أنا زوجتي وأحبها وما ودي أتزوج عليها يا تتزوج يا أغضب عليك بدأ هذا الأمر الشغل الشاغل لمحمد غضب الوالد حاول مع أبوه بكثير بقليل يحاول كل فترة والثانية يزوروا قالوا لازم تتزوج بدأ الشيخ محمد يساير أبوه صار يقول له بنت فلان من عندهم من هالقرية من الأقارب من المعارف صار يروح الشيخ محمد يشوف البنات وخلال هالفترة بسبب ضغوطات أبو محمد على محمد محمد صار يضغط على زوجته وحط باله فكرة الأطفال والإنجاب يروحوا لعند أصدقائه أو يجي لعندي يجي لعند غيري يشوف مثلا صندس تدخل تطلع يعني صار يلح على زوجته في موضوع الإنجاب يقول لها الشهر هذا إن ما حبلتي رح أتزوج عليك يا ابن الناس أنا شنو علاقتي في الموضوع هذا الأمر بيد الله عز وجل قالها ما هذا يجي رأس الشهر ما رمح يحامل الشهر اللي بعد والشهر اللي بعد وسبب لها ضغط نفسي فيها ذاك اليوم الشيخ محمد معزوم هو وزوجته عند أهلها وبعد ما تعشوا قال قومي يا مارا خلينا نروح قالت أنا ماني رايح وأنا ظل عندها لي يطولت يقصرت يا سعاد وش تظلين تساوين قالت خلاص أنت ودك تتزوج وودك أبناء روح لقي لك بنت الحلال اللي يجيب لك أطفال وأنا ودي ظل عندها حلي حاول معها بشتير بقليل أم سعاد قالت يا ابني خلاص روح البنت يعني تعبان وكذا خلاص ما عليك الأمور هين إن شاء الله راح الشيخ محمد وصار يفكر في أمره الإنجاب وزوجته زعلانة ويحبها إلى درجة ما تتوقعونها لكن دخل موضوع الأطفال ونقل أهل والأب وغضب الوالد وظل سعاد جالسة عند أهلها سنة خلال هالسنة أم سعاد لما تسوي الأكل تجيب الأكل للشيخ محمد على البيت يعني ما اشتغلت دور الحماية اللي صفت في جانب بنتها ولا وما يصير وانت تارك بنتي ادخلت على خط الصلح وطول بالك يا ابني الشيخ محمد صار يرسل بعض يعني أمهات أصدقاؤه من باب اجاها يتجوها عند الجماعة نخليها ترجع وكذا لكن البنت كانت رافضة فكرة الرجوع جملة وتفصيلا والشيخ محمد صار يساير أبوه وأهلوا ما يعلمونه بأنه زوجته ازعلانة لما يتصلون ها وين وقلهم والله بالشغل عن صديقي عند كذا ولما يجي بعض الأحيان يجون أخوان محمد زيارة لعنده ما يخليهم يشعرون أنه زوجته ازعلانة عندها لها لأجل الأمور ما تتطور وتكبر ومحمد الآن رايد أطفال ورايد زوجته وما هو عرفان شنو أدو يسوي أبوه من جهة زوجته ازعلانة ودو أطفال صراحة يعني وضع سيء المهم صار محمد يساير أبوه كل ما يروح يشوف مرة يشوف بنت هذه درسة صيدلة هذه درسة حقوق يشوف الجمال لكن ما يشوف الأخلاق يشوف الأخلاق لكن ما يشوف الجمال وصار الشيخ محمد يقارن ما بين زوجة سعاد وما بين هالنساء اللي يشوفها في النهاية قرر الشيخ محمد أنه خلاص أنا ودي أروح وحط النقاط على الحروف عند زوجتين سلام عليكم وعليكم السلام قال يا سعاد دازم ترجعين على أرجع ما أرجع قالت أرجع لكن بشرط يا محمد شنو الشرط قالت أرجع لكن ما تجيب لي سيرة حمل واطفال فيها البيت بمجرد ما تجيب سيرة حمل ترى انا اشيل حالي وارجع قالها خلاص انا لو ادي اطفال وانا ودي اعيش انا وياش وخلاص وتقوم سعاد ترجع هذاك اليوم مع الشيخ محمد وقعدوا وعاشوا حياتهم بدون مشاكل لا يجيب لها سيرة ويساوي حاله ما عنده خبر لكن حازب نفسه قصة الخلفة هذه وتندم لمنصار يقولها انه هذا الشهر اذا مات حمليا راح اتزوج راجع نفسه واستغفر رب والرجال وتاب الى الله عز وجل وراحت الايام وجت الايام والشيخ محمد صار لما يروح لعند اهله يعطيهم خرجية يعطي والدته فلوس يعطي ابيه فلوس لاجل انهم ما يجيبوله سيرة الزواج طبعا الشيخ محمد كان يصلي امام مسجد في كثير من المساجد وخصوصا في صلاة الترويح وفي شهر رمضان ما قبله الماضي قرر الشيخ محمد في العشرة الاواخر انه يعني يكرس هالايام هذه ودعواته انه الله سبحانه وتعالى يعوضه خير ويرزقه الذرية صالحة ويدعي الله سبحانه وتعالى وهو صايم وهو مفطر وكان الشيخ محمد مشترك في جمعية تعرفون بعض الاصدقاء يشتركون في جمعيات كل شهر الجمعية هذه ياخذها شخص والجمعية هذه مقدارها تقريبا ثلاث تلاف دينار اردني ما يقارب اربعة تلاف وخمسمية دولار تقريبا اربعة تلاف اربعة تلاف وخمسمية وكان مقرر الشيخ محمد انه بعد عيد رمضان رح انذكر له احد الاطباء انه يساوي زراعة زراعة الاجنة وقرر انه يساوي الزراعة هذه بعد العيد ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويدعي انه يعوضه خير في هذاك اليوم وتطلبوا زوجته التست فحص الحمل وتبلغ محمد هذاك اليوم الخبر الزين قالت ابشرك يا محمد حامل شون تقولين قالت والله هذا اللي جاك الفرحة ما هي واسعة محمد ويتصل على ابو ويتصل على ام ويتصل على اخوان وابشركم زوجتي حامل والله سبحانه وتعالى يتمم الحمل قبل لا يقبض الجمعية هذه اللي كان مصمم ومقرر انه بفلوس هالجمعية هذه ودي يروح يسوي زراعة ويتم الحمل والله سبحانه وتعالى يرزق محمد بعد سبع سنوات رزقه هو سعاد ابن نوتا الآن عمرها تقريبا خمس ست شهر ويوم أمس كنت عنده في زيارة في المنزل وما شاء الله البنت أسماها حور ما شاء الله تبارك الله آية من آيات الجمال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظ عيالكم طبعا كانت هذه نهاية القصة والقصة فيها الكثير من العبر للي يعتبر أنه هذه القصة الخلفة هي بيد الله عز وجل مهما سويته مهما عملت ما تاكل الله نصيبك والشيخ محمد صرف ألاف الدولارات على موضوع العلاجات والروحة والجيء وأبوه يقولوا لازم تتزوجوا راح شاف أكثر من تقريبا عشر نساء الأجل أنه ودوا يتزوجهم لكن كان يحاول يحط أيب في أي واحدة يروح يشوفها على هذه قصيرة هذه ما هي حلوة هذه غير مثقفة يعني يحاول يختلق بعض العيوب لأنه الرجال ودوا زوجته والله سبحانه وتعالى في النهاية ودوا يرزقه هو وزوجته هذه الطفلة الجميلة والأعمار والأقدار والأرزاق هذه بيد الله عز وجل وفي النهاية أعذرونه على الإطالة ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه